طبعاً أي فريق بيعينه على البطولة دايماً بيبقى عنده حكتين مهمين جداً لازم يظهر الفريق بأفضل شكل ممكن فيهم أولاً النقطة الدفاعية الجانب الدفاعي لازم يكون منضبط جداً ولازم الفريق يبقى عارف يلعب مباراة صعبة عليه أياً كان خصمه أياً كان الملعب أياً كانت الظروف اللي بيواجهها تاني نقطة استغلال الفرص الأوليلة اللي بتكون موجودة في المباراة الصعبة والمباراة الكبيرة طبعاً على الجانب الأول على مستوى الشرق الدفاعي الأهلي يقدم مباراة جيدة جداً طبعاً كانت هتوصل لامتياز لو الهلال ما كانش سجل لكن الأهلي يقدم مباراة جيدة جداً بتفاصيل كتير قوي يشتغل عليها ريني فيلر وهنتكلم فيها لكن الجانب الثاني هو اللي بيعيب الأهلي لحد دلوقتي الجانب بتاع إهدار الفرص السهلة ماينفعش أبداً الكرة اللي ضيعها كهرباء دي تضيع لأن احنا بنتكلم على أن ربما مباريات مرحلة المجموعات كانت مباريات فيها تجربة للأهلي أمام خصوم هيكونوا أقوى بكتير في المرحلة الجاية وعين الأهلي على اللقب زي معين الزمالك على اللقب وبالتالي غير مقبول أبداً الفرص السهلة اللي بتضيع من اللاعبين غير مقبول أن اللاعبين يبقى ما عندهمش قرار كمان في أرض الملعب واضح في الفرص اللي بتجيلهم لازم الحاجات دي تكون بديهيات بالنسبة لهم ولازم الشغل عليها يبقى كتير جداً لأن في النهاية اللي بيحسم البطولات أنك تفضل مركز طول 90 ديئة في الدفاع وأنك تعرف تسجل الفرص اللي بيجي لك كرت القدم بمنطقة البساطة يعني خلينا نتكلم على الجوانب الدفاعية اللي عملها رنيا في مباراة النهاردة طبعاً تحية كبيرة لي لأنه أولاً مدرب من المدربين اللي دايماً بتحب تلعب على السحواز وتلعب على السيطرة على الكرة لكن في مباراة النهاردة قرر يلعب كرات عالية ليه قرر يلعب كرات طولية على مراون محسن وببساطة هو كان بيحاول يبعد اللعب عن منطقة جزاء فريقه بكل الطرق الممكنة وببساطة كمان كان بيحاول يستغل لأن لعبة الهلال عشان مشحونة علشان على أرضها علشان لازم تلعب مباراة هجومية فماكيدش بتتراجع لأداء الدور الدفاعي وبالتالي لما مراون محسن كان بينزل الكرة أي حد جاي من وسط الملعب هو لعب أهلاوي لأن لعبة الهلال مش بترتد معاه وبالتالي وسط الملعب بتاع الأهلي سيطر على الكرات التانية وبالتالي ظهر الأهلي بشكل أكتر من ممتاز خاصة في الشوط الأول النقطة التانية أنه هو بيلعب الكرات الطولية عمل حاجة تانية مهمة جدا لأن جونيور أجاي وحسين الشحاك كانوا شدين الملعب على أثره وبالتالي كان لأن الظاهرين كانوا مجبرين أن هما يفضلوا يلعبوا على العنق بتوع الهلال السوداني ولأن الجناحين بتوع الهلال مش بيرجعوا يقدوا الدور الدفاعي لأن هما عايزين متصربعين على الفوز ومتصربعين على الجول ومتصربعين على مهاجمة الأهلي فمش بيرجعوا يقدموا دورهم الدفاعي فالمنطقة دي كانت فضية أن جونيور أجاي يستلم فيها كورة وحسين الشحات وبطبيعة الحال جونيور أجاي أكتر بكتير لأنه أقوى فيه الوقوف على الكورة فكان فيه لجوء للنقطة دي كتير فجونيور أجاي كان بيفتح الملعب على الآخر ما يلاقيش معا حد يستلم الكورة يقف عليها بشكل جيد جدا يحاول يربط مع واحد تاني من أهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في الأهلي وهو أليو ديانج أو عمر السولية يكون أيمن أشرف نقل نفسه نقلة لأدام ففضل الأهلي قادر أنه يتسحب من منطقة جزاء والحد وسط الملعب بطريقة أكتر من ممتازة بنتكلم هنا على نقطة مهمة جدا 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 وهي أن أليو ديانج وعمر السولية اللي أتنين ما كانوش بيلعبوا بس جنب بعض وما فعلا كانوا بيحاولوا يقربوا بينهم المسافات بشكل كبير جدا وكانوا بيلعبوا زي كأنهم سلاسي ارتكازي يعني هو في الطبيعي ارتكاز التاني التالت فهم كانوا بيعملوا دور زي كأنهم اتنين ارتكازوا مع بعض أليو ديانج وعمر السولية كانوا بيلعبوا دايما في جابها واحدة علشان يساعدوا بعض في ان الاهل يستخلص الكرة بسرعة ده اللي بيسموه الضغط العكسي انك تفضل موجود جنب زميلك هو معك كرة عشان اول ما تتقطع تعمل ضغط عكسي تستارد الكرة مرة تانية اليو ديانج النهاردة تحية كبيرة جدا ليه ليه ممكن في المباراة اللي فاتت كان واخد حقه اكتر من كده مشوفتش ناس كتير بتتكلم على السوشال ميديا عن اليو ديانج في المباراة اليوم رغم انه النهاردة كان سوبرمان كان هو الراجل اللي مخلي الاهلي قادر يتنفس وقادر يكسب الكرة التانية والالتحامات ومرأب خصوم وبشكل اكتر من ممتاز ما بيخسرش الكرة تحت الضغط كان لاعب سوبر وكان مفيد جدا ليه الاهلي في الوجبات دي فاحنا بنتكلم على ان مروان محسن كان ممتاز ايمان اشرف كان ممتاز على عكس تخوفات جمهور الاهلي دايما ان السنائي ده بيبقى عليهم تحفظات كتير لكن لان التوظيف كان نموذجي من رنيا فيلر للاتنين دول لانه اعتمد على اهم نقطة عند مروان وهي القراطة الطولية واعتمد على اهم نقطة عند ايمان اشرف انه مش بيندفع بسرعة الراجل بياخد وقت قبل ما ياخد القرار بتاع الاندفاع الهجومي وده افيد ليه الفريق كان من علي معلول في وجهة نظر ريني فيلر واللي ما اثبتتش خطأها بالعكس ربما تكون اثبتت صحة وجهة النظر دي